بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مراقد وأهل البيت عليهم السلام المهمولة في كردستان العراق أولها مرقد الشهيد السيد محمد بن موسى بن جعفر سلام الله عليهم أجمعين وكذلك أخته ياسمين وأربعين من أهل بيته أطفالاً ونساءاً وشيوخاً قد قتلوا على أيدي جلاوزة النظام العباسي على قمة جبل في درباً دخان في محافظة السليمانية وذلك بعد مطاردتهم وتصفيتهم بصورة جماعية حسب الروايات التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام الأهالي في درباً دخان يقدسون هذا المرقد ويطلبون الشفاء وقضاء الحوائج منه لكثرة الكرامات التي ظهرت منه ويزورونه في كل يوم أربعاء ويقول أهالي درباً دخان بأنه لم يصعد أحد إلى هذا المكان وصلى ركعتين هنا إلا وقضيت حاجته يوجد في المرقد الذي أهمله من قبل الحكومة المحلية في كردستان شجرة السدر كبيرة تلقي ظلالها على المرقد يعتقد أهل درباً دخان أو أهل درباً دخان بأن أوراقها إذا طحنت في ماء يؤخذ من عين في قرب المرقد تشفي مرض داء العقم كثير من النساء اللواتي لم ينجبنا عندما جئنا إلى هذا المكان في السنة التالية حملنا أطفالهن أو حملنا أطفالهن وزرنا هذا المكان الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى زيارة هذا المكان مرقد الإمام محمد ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في درباً دخان إن شاء الله تعالى في كردستان وكذلك نقلد الدعا والزيارة كل من يصل إلى مراقد أهل البيت عليهم السلام هناك إن شاء الله برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر